أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون جرائم المعلوماتية رغم الجدل والاعتراضات على بعض فقرات هذا القانون المرحل من الدورة النيابية السابقة وفق نواب طالبوا الحكومة بسحب القانون لإنضاجه وإعادته للبرلمان دون المساس بالحريات العامة مخاطبات لسيد رئيس وزراء بسحب القانون لأن القانون يجب أن لا يكون هناك انتهاك للشعب العراقي لأن المادة 38 من دستور حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وكذلك المادة 20 للمواطنين نسان ورجان حق المشاركة بالشؤون العامة والمادة 5 من دستور الشعب مصدر السلطات فبالتالي هذا القانون هو قانون جرائم المعلوماتية انتهاك للشعب العراقي انقسام مجلس النواب حول قانون جرائم المعلوماتية لا يمنع وضعه على جدول الأعمال والشروع بإقراره بحسب نواب أكدوا أن القانون سيخضع للدراسة والتمحيص وعقد ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني قبل عرضه للقراءة الثانية في هذه الدورة يعني أكو قرار تشريعي وأكو اتفاق سياسي على أن هذا القانون يكون يقر فبالتالي يوم هي قانونة القراءة الأولى وعند هنا قراءة ثانية ومناقشات وبعدها القراءة الثالث تأكيد راح يكون تصويت على هذا القانون المهم هذا القانون راح يدخل أيضا ورش مهمة ونقاشات مهمة واستضافات المنظمات المجتمع المدني يكون كل أبعاد وجوانبه وحتى من يصل إلى منصة التشريع يكون هذا القانون جاهز وأنهى مجلس النواب أيضا القراءة الثانية للتعديل الثالث على مشروع قانون كلية الإمام الأعظم ومشروع قانون تنظيم إجور الخدمات في دوائر الدولة قبل أن ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثة أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد